اشتركوا في القناة 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 اللي بتهتم الحقيقة بالرياضة شايفين اكيد يعني زي ما بنتكلم برضو على الاستضافة وعلى التنظيم فاحنا بنتكلم على الافكار كمان اللي يعني بتتولت كمان من هذه الشركة الكبيرة فكرة استضافة بطولة ودية على ارض مصر في استاد القاهرة اكيد فكرة يعني بتضم عدد كبير جدا من النقاط الايجابية علشان يكون لها صدى او يكون لها ردود افعال على المدى القريب وايضا على المدى البعيد خاصة بعد احتكاك منتخبنا الوطني للشباب مع عدد من المنتخبات او تحديدا مع منتخبين من اكبر المنتخبات على مستوى الشباب في اوروبا وده الحقيقة اللي قاله مبارح اللعيبة وايضا كابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر خلينا كمان نتكلم عن حاجة مهمة جدا يمكن احنا امبارح شفنا عدد من الاخطاء لمنتخب الشباب المصري ولكن كابتن طارق الحقيقة وضح اكتر من نقطة مهمة جدا وهي فكرة انه هو عنده عناصر غيبة عنده عناصر كمان عندها امتحانات وتلاحم كمان المباريات في التلات ايام اللي موجودين احنا فيها في بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد فاتكلم عن كل ده وبس كان شايف ايضا انه يعني يمكن الاداء ده هيتحسن خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال مباراة الغد مباراة قوية جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب المجر الحقيقة ان احنا عدينا يعني بر الامان خلاص يتبقى لنا بس ان احنا ان شاء الله نفوز على منتخب المجر غدا ان شاء الله علشان بقى نتوج بالبطولة وتكون النسخة الاولى من بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد من نصيب منتخب مصر لالشباب تحت 20 سنة وتحديدا 2004 فلو هنتكلم مباراة احنا شفنا يعني على الرغم من احنا منتخبنا كان متأخر في بعض الاوقات من تحديدا الشوت التاني احنا الحقيقة بدأنا الشوت التاني كان لينا الليد كان 18-17 لمنتخب مصر ولكن الحقيقة دخلنا الشوت التاني كان شوت فيه ندية كبيرة جدا على ارض الملعب والحقيقة كان فيه يمكن صحوة سواء من فريق رومانيا او فريق منتخب مصر كان فيه زي صحوة مع بداية الشوت التاني وده اللي خلى المطش الحقيقة رايح جاي ولكن قدر منتخب رومانيا في وقت من الوقات ان هو يتقدم علينا يمكن وصلنا لـ 28 25 ويمكن كمان كان فيه تقدم لرومانيا علينا بس اقصى سكور وصلوله او فرق وصلوله كان ثلاثة ولكن الحقيقة اخر ست دقايق وده اللي اتكلم عليه من مرح الحقيقة المدير الفني لمنتخب رومانيا كان معنا في الستوديو التحليلي طبعا من صالة اثنين من الساد القاهرة وكان ليه تصريحات هامة جدا سواء عن البطولة او عن المطش اتكلم ان اخر ست دقايق تحديدا في هذه المباراة يمكن فقدوا السيطرة شوية منتخب رومانيا فقدوا التركيز وده اللي قدر يخلي طبعا منتخب مصر لالشباب ان هو يعمل سريع جدا ويعود مرة اخرى لالنتيجة ويقدر في النهاية ان احنا نخرج باق المرجو او المطلوب من هذه المباراة وهو فوز منتخب مصر للشباب في اولى مباراة او في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس استادات الدولية للكرة اليد وانتهت المباراة طبعا بنتيجة 31 29 وزي ما احنا تابعنا معاكم على الشاشة دي كانت مكتطفات من مباراة الامس طبعا النهاردة مباراة هامة جدا هنستعرض مع حضراتكم كل ما يخص قائمة المنتخب الشباب للمجر او رومانيا برح يمكن احنا خدنا فكرة خلاص عن رومانيا يمكن النهاردة كمان هيكون التركيز الاكبر على المجر لان دي اول مباراة رسمية لي في هذه البطولة فاكيد هنشوف تجهيزات مختلفة هيكون معنا كل ما يخص هذه المباراة طبعا من صالة 2 من استاد القاهرة اكيد كاميرا ستوديو الابطال هتكون موجودة لتخطية كل الاستعدادات لسواء فريق رومانيا او فريق المجر او منتخب المجر ومنتخب رومانيا الحقيقة هنستعرض محاضراتكم كمان كل الامور الفنية الخاصة بالمنتخبين وكمان يمكن هنتكلم اكتر بعد ما نشوف مباراة المجر ورومانيا ونشوف هتنتهي على ايه مهم جدا ان احنا ندرس فريق منتخب المجر النهاردة لان ده يمكن هو هيكون خصم منتخب مصر غدا ان شاء الله المباراة غدا هتقام فيه تمام الساعة السادسة مساء وهنكون مع حضراتكم ايضا لليوم التالت على يوم التالت والاخير على التوالي علشان نغطي معاكم كل ما يخص مباراة مصر والمجر وان شاء الله زي ما انا دايما بقول انه زي ما كان بدايتها ميسك يكون ختمها ميسك ويكون كمان الكلمة العليا لمنتخب مصر في الفوز غدا على المجر في يعني النسخة الاولى من بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد هنخرج فاصل سريع بعد كده هنضملنا ضيوفنا طبعا الكبار كباتنا الكبار علشان نتكلم في كل ما يخص مباراة اليوم مصر او المجر ورومانيا طبعا هيكون معنا تحليل شامل لكل الأمور الفنية خليكم معنا مطحوش في أي حتة وخلاص يعني يمكن لم يتبقى إلا القليل على انطلاق هذه المباراة فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وطبعا بيساعدنا دلوقتي ننملنا نجمنا الكبار كباتنا الكبار كابتن مصطفى فاضل نجم نجوم منتخب مصر وندي الاهلي السابق لكرة اليد من نورنا مشرفنا في ستوديو الأبطال كابتن إبراهيم السيد نجم نجوم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة اليد من نورنا مشرفنا في ستوديو الأبطال مهم جدا الحقيقة أننا قبل ما نخوت في التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم عايزة أبدأ معك كابتن مصطفى شايف إزاي البطولة الودية لشركة استادات كأس استادات الدولية لكرة اليد لمنتخبات الشباب أكيد مهم جدا أن يكون فيه دعم للعبة كرة اليد وده الحقيقة لقدرت شركة استادات النهاية تعمله في هذه البطولة خاصة أنه يعني غير منتخب مصر منتخبين كبار جدا زي رومانيا والمجر أكيد حاجة هامة جدا احتكاك المنتخبات في هذا يعني السن فعايز أخذ رأي حضرتك في هذه البطولة أولا يعني أول حاجة أن شركة استادات أن هي تخش بالاستثمار الرياضي بتاعها ودي حاجة طبعا في المجال الرياضي يعني حاجة رائعة على أساس أن هي هترفع من المستوى المشاركة المادية لجميع الأندية بالتالي الأندية هتقدر تراعي الفرق اللي عندها الكتير زي النادي الأهلي وبالتالي أنها تبقى فيه دعم مادي وشهرة للشركة نفسها ودعم للعابين أن هم يرفع من مستواهم الرياضي في كل الألعاب مش هنقول في كورة اليد دي بس بس أن هي تخش على كورة اليد ودي اللعبة الأساسية بتاعتنا اللي احنا بنحبها كلها اللي هي دلوقتي دخلت في المجال العالمي وبقى ليها سيط وليها مركز عالمي دلوقتي وكل الدول بتتكلم وكل الدول بتحب نهاية يعني تلعب مباراية مع الفري المصري للمستوى العالي اللي هو دلوقتي محطوط برضه ونرجع للتنظيم اللي محطوط من الاتحاد ومن التنظيم بتاعه كابتن إبراهيم يمكن أيضا رأيك مهم جدا في هذه البطولة خاصة ان احنا شفنا إشادات كمان من المديرين الفنيين المختلفين للتنظيم وللا الاستضافة وكل ما يخص يعني الحقيقة هذه البطولة على الرغم من انها بطولة ودية يعني هي بتبقى حاجة كويسة طبعا انها كبطولة ودية الا انها بتخش في اطار اعداد الفرق دي للبطولات المستخدم يعني انا كالاتحاد المصري لما يعد بطولة زي دي فيها منتخبين كبار زي رومانيا والمجر لأعداد منتخب مصر عشان البطولة الافريقية اللي ان شاء الله ربنا يوفقوا فيها ويخش بعد كده على بطولة العالم ده انجاز طيب وكون ان الفرق دي تقبل انها تيجي تلعب معانا ده قبل كده ما كانش بتحصل لان يعني دلوقتي بقت حريصة زي ما قالت كابتل مصطفى ان الفرق دي دلوقتي تيجي تلعب مع منتخب مصر المستوى اللي وصل لمنتخبات مصر خاصة ان احنا في اخر بطولة الفرق اللي بيلعبوها دي طالع رابع عالم فطبعا اكيد يبقى ما اصلتش كده من فراغ اكيد من مجهود اتبزل على من ناس كتير اولهم الاتحاد وزارة شباب الرياضة الاندية مجهود كبير اتبزل اللي بوصول للفرق دي للفرق دي للمستوى ده وده اكيد اللي خلى الفرق دي زي رومانيا والمجر لما قالوا تعالي اشترك جات على طول يعني ما كانش بتحصل قبل كده كان ممكن يعتذر وما يجوش يعني فطبعا يكون انتقام بطولة بالقوة دي حاجة كويسة جدا طيب كابتن مصطفى مستوى منتخب الوطني منتخبنا الوطني للشباب شفنا يمكن في مباراة الامس يوجد بعض الاخطاء ولكن الحقيقة طلعنا زي ما احنا بنقول بالمرجو من هذه المباراة كابتن عدد من اللاعبين اللي كان عندهم امتحانات وايضا غياب بعض العناصر عنده مستوى المنتخب شايفه زي كابتن مصطفى البطولة دي تعامل اول على اساس الاب الروحي او جوكر كرة اليد الدكتور طلعت شيتا الله ارحمه وكابتن ايف رشاد برضو الله ارحمه فكانت لمحة جميلة من شركة الاستادات ومن الاتحاد ومن عائلة الدكتور طلعت شيتا اني تتعمل بطولة يعني يعني كابتن مصطفى اكيد تأثر حضرتك واضح وده اذا كان بيدل على شيء بيدل على العرفان بالجميل اكيد والحقيقة ان كانت لفتة طيبة شفناها برضو من شركة استادات ان هما يقوموا بهذا يعني التكريم دي حاجة ايضا كبيرة مش لوحد طبعا لان يعني الدكتور طلعت كان من العمدة الاساسية وكابتن وكابتن عفا من العناصر اللي هي كانت منظمة في اعداد مدربين من النحل الفنية فدي كان برضو يعني ودليل على ان اسموم هيفضل موجود اكيد ومش هنتهي قبل قبل ما نتطرق للمنتخب هينضملنا دلوقتي زملتنا العزيزة هنا أبو القاسم من صالة 2 باستاذ القاهرة عشان تطلعنا على كل الأجواء والأمور المسجدات الخاصة بمباراة اليوم بين منتخباي المجر ورومانيا برحب بك زملتي العزيزة مريم سنيح وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وزي ما قلت يا مريم استعدادات المنتخبين منتخب المجر ومنتخب رومانيا طبعا قبل انطلاق المباراة زي ما انت شايف يا مريم في باجراوند يعني الفريقين بدأوا في عمليات الإحماء خلاص دقائق قليلة بتفصلنا عن انطلاق المباراة خلينا أقولك أن الأجواء مميزة جدا داخل الصالة يعني في حماس كبير جدا حياة وروح طيبة بين جميع المنتخبات طبعا مشاركة سواء منتخب مصر أو منتخب المجر أو منتخب رومانيا خلينا أقولك أن منتخبنا الوطني بالكامل سواء الجهاز الفني أو اللاعبين حضرين ومتوجدين في الصالة عشان بقى يتابعوا المباراة طبعا دي تاني منافسات البطولة يعني مباراة طبعا منتخبنا الوطني ورومانيا واللي انتهت لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة 31-29 النهاردة هتكون ثاني المواجهات وغدا إن شاء الله هتكون ثالث المواجهات زي ما احنا عارفين أن البطولة هتستمر لثلاث أيام طبعا بدأت مبارح وتستمر حتى غدا السبت إن شاء الله خلينا أقولك أن منتخب المجر متواجد في القاهرة من يوم الثلاثاء اللي فات طبعا 9 يناير خاض ميران يوم الأربع والحالي هو كمان لعب مباراة ودية مع منتخبنا الوطني يوم الأربع اللي فات وانتهت لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة 29 سبعة وعشرين أما بقى منتخب رومانيا فهو متواجد في القاهرة من يوم الأربع فجر الأربع بالتحديد الساعة ثلاثة الفجر خاض ميران يوم الأربع ميران مسائي وطبعا النهاردة بقى بياخد مباراته أما عن بقى منتخبنا الوطني فالحيان هو كمان كان عنده ميران صباحي النهاردة وبعد كده الحقيقة أنه هم عملوا محضرة فنية باستخدام الفيديو ده طبعا ضمن الإعداد لمبارات غدا وزي ما قلت منتخبنا الوطني متواجد فيه الصالة عشان يتابع المباراة النهاردة الحقيقة أنه الأجواء مميزة جدا أكيد هنكون معاكم بننقلكوا لحظة بلحظة عبر شاشة قناة نادي الأهلي وأكيد معاك يا مريم لو عندك أي استفسرات والأولة نعود لك مرة أخرى في السوديو شكرا لك جدا الزميلة العزيزة أنا أبو القاسم الحقيقة قدرت أن هي في وقت قليل يعني تضعنا في السورة من داخل صالة 2 باستاذ القاهرة يعني خلاص لم يتبقى على انطلاق المباراة إلا دقائق قليلة أرجع على حياتك تاني يا كابتن مصطفى والحمد لله بقيت كويس صح؟ الحمد لله يعني حقيقة احنا كان نفسنا أو بيبقى نفسنا يا كابتن مصطفى أن احنا نشوف الروح دي ما بين كل الأجيال اللي موجودة في كل اللعبات المختلفة شفنا على حياتك تأثر واضح طبعا بالحقيقة كابتن كبار كان ليهم فضل كبير على لعبة كرة اليد نتمنى دايما أن احنا نشوف هذا العرفان بالجميل ما بين كل الأجيال اللي موجودة سواء الماضية أو اللي موجودة حاليا كمان إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن طيب لو هنتكلم عن مستوى منتخب الشباب حضرتك يمكن تباعة مبارح اتكلمنا عن الظروف المختلفة اللي موجودة في صفوف المنتخب ولكن شايف بشكل عام إزاي المستوى اللي وصلوا منتخب الشباب حاليا مستوى الشباب بتاعنا أعونا الاعداد بتاعهم اعداد دهائل الجهاز الفني جهاز كويس بلا شك في تعاوم بين اللعيب والمداربين منتظم الأخطاء اللي موجودة بتبقى أخطاء الأخطاء دفاعية عندنا الأخطاء الدفاعية لأن الدفاع دي واجبات كل لاعب ليه الواجب الواجب بتاعه اللي هو اللي هو بيقديه هل أدى ولا ما أدهوش لا إذا كان أدى يبقى الدفاع بيقف إذا كان التشكيل بتاعه 6-0 أو إذا كان 5-1 أو إذا كان 4-2 أو إذا كان 3-2-1 يبقى كل لاعب عارف إن هو هيسلم ولا هيسلم ولا هيطلع يقابل طب مين اللي هينزل عشان خاطر يسلم اللي تحت أو مين اللي هيبدل مع زميله إذا كان على خطين أو على خط متباعد فدي الواجبات دي يعني دي نقصة عندنا الحتة الدفاعية في المنتخب الشباب بالنسبة للأخطاء الهجومية إحنا عندنا الخطأ اللي موجود في جميع المنتخبات اللي هو حتة الفص بريك المنفرد مع حارس المرمى أكترياتها بتتصد إذا كان ضربات جزاء أو إذا كان فص بريك ليه كل الكلام ده كله بيصل لأن اللعيب وهو داخل منفرد بيتصرع في التنصيب بتاعه طب أنت بتتصرع أنت عارف الحارس المرمى ما هي بس زي أنت مش فتوش طب أنت داخل منفرد ما أنت قدامك ثواني أن أنت توقف وتهوش وتغير اتجاهاتك وتغير إيديك وتحط الكرة في المكان اللي حارس المرمى ما ينتقعهوش اللي هو بعيد عن المجال بتاع إيديه وإذا كان مجال إيديه فدي خطأ اللي إحنا عايزين نتفاداه وده عشان خطر نتفادى لحاجات دي كلها بتبقى حاجات بسيطة جداً وهاجات فنية جداً اللي هي التدريب الفاردي هو ده مع توجيهات المدرب الفنية اللي فيها قوة ملاحظة على الأداء الفني للمهارة نفسها هيعمل إيه؟ فدي اللي نقصانا الحتة الفنية بتاعة المدرب إن هو إزاي إن هو وهو داخل من الونج هيعمل إيه بالزبط وداخل من الباك هيعمل إيه؟ إذا كان داخل منفرد فهيتصرف إزاي؟ فدي إحنا بنتمناها من كل المدربين بجميع الفئات إن هم يفاهموها للعيد كابتن إبراهيم يمكن كان لنا مواجهة ودية الأول مع منتخب المجر ثم مبارح أولى البطولات أو أولى المباريات الرسمية في هذه البطولة كان أمام منتخب رومانيا مهم جداً إحنا نشاهد النهاردة المباراة ما بين منتخبية رومانيا والمجر توقعاتك لمباراة اليوم خاصة إنه الحقيقة سواء منتخب المجر أو رومانيا عندهم مميزات عديدة جداً في صفوف الفريق زي منتحدتك قلت كده إن كل منتخب عنده مميزات فأنا أمتوقع إنها تبقى مباراة قوية جداً كل فرقة فيها بتسعى لإنها تكسب لإن منتخب رومانيا مبارح خسر من منتخب مصر وهو جاي مش عشان يخسر هو جاي عشان يكسب بطولة فيهموا جداً إنه يكسب مطش النهاردة عشان يبقى عنده فرصة إنه ينافس على البطولة وفي نفس الوقت منتخب المجر عايز يدعم نفسه ويقول أنا موجود وهكسب المطش ده عشان أكسب المطش بتاع بك مع منتخب مصر عشان أكسب البطولة يعني كل فرقة جاية بهدف المكسب فالمطش هيبقى قوي جداً خاصة إنه هما فرقتين من الفرق اللي بتعرضها من الفرق القوية طبعاً على مستوى العالم إن مثلاً المجر الفرقة دي طالع 11 العالم مثلنا الفيث من طولة العالم ورومانيا ما كانش لها حظ إنها دخلت في البطولة دي فاستفادئ يعني بس إنها بتعدي نفسها وبتدخل نفسها في مباراة قوية وفي لقاءات قوية عشان تجهز نفسها للبطولة اللي جاي كابتن مصطفى يمكن تواجد الجهاز الفني في أرض الملعب النهاردة علشان يشوفوا المباراة أكيد هيطلعوا بمكاسب كتير جداً هيشوفوا إيه أبرز السلبيات اللي موجودة عند فريق المجر عشان يستغلوها بكرة شايف التركيز النهاردة من الجهاز الفني على منتخب المجر يكون إيه أبرز العناصر اللي ممكن يركزوا عليها النهاردة علشان يكونوا ضمنين الفوز بكرة إن شاء الله زي ما فازوا أمباراة على منتخب رومانيا زي ما يقولي كابتن إبراهيم بالنسبة لإعداد فرق المجر فرق المجر ما بتعتمدش على حتة النشئين يعني حتة النشئين دي ما بتعتمدش عليها قوي إلا بتعتمد عليها إن هما بيدوهم إزاي المهارات الأساسية علشان خاطر يبقى فيها تنويع في الأداء المهاري بالنسبة لدخل الملعب أما بالنسبة للفريق الشباب فده فريق الشباب بأنهم بيأخذوا أهم العناصر الموجودة في النشئين علشان خاطر يعدوهم للفريق الأول فيبقى هنا جايين الفريق المجر علشان يأخذ البطولة مش عشان خاطر إنه وده داخل بيارده في الإعداد وإزاي إنه هو يطلع مع الفريق الأول علشان خاطر يبقى فيه استمرار في الرتم نفسه أو الحركة نفسها للعيبة داخل الملعب الكابتن طرق محروس صبعا بالجهاز الفني اللي معاه ومخطط الأحمال ومخطط الناحية الفنية للفريق التاني هو المفروض يبقى فيه قاعدة واخدين كل تحركات كل لاعب وإزاي الفرقة بتتحرك وإيه عوامل النقص في كل لاعب علشان خاطر إنه أنا أخش على الفرقة اللي قدامي بمهاراتي الأساسية كاتيم وركة كامل وبمهاراتي الفردية هل المهارات الفردية هل إن هي هتقدر كل لاعب يقدر يلعب قدام اللاعب لقدامه ولا المهارات بتاعتنا مش هتبقى كاملة ودي برضو اللي يرتبر إحنا نقصانة يا كابتن رييم ويمكن حضريتك بتشوفيها بيبقى يا إما بيبقى فيه تصرع تصرع إنبارح ده حصل تحديدا في الشوت الأول كانوا متصاربعين والنتيجة اتغيرت كتير ووصلت إن الفريق الروماني وصلت عدى علينا لحد أربعة ليه؟ لأن حصل إن الفريق بدأ إن هو يتصرع في الهجوم بتاعه بدأ إن هو يتصرع في تخليص الكور طب فين الوقفة عشان قاطر نقول إن إحنا نركز عشان نبدأ نشوف إحنا وصلين لفين النتيجة عشان نقدر نحققها حصل كذا حاجمة بالنسبة للفريق الروماني إن حارس المرمى بتاعنا كان هاي صراحة كان رائح صدها مأخطاء الفريق الروماني قدرنا إن إحنا نعديهم ونتعادل معاهم ونقدر إن إحنا ناخد المكسى بتاعه طيب أخذ من كلام كابتن مصطفى كابتن إبراهيم ويجي لحضرتك مبارح الحقيقة كان السيناريو اللي بيتكلم عليه كابتن مصطفى فكرة إن إحنا كنا دخلين الشوت الثاني إحنا كلينا الليد كنا دخلين الشوت الثاني 18-17 اللي صالح منتخبنا ولكن الحقيقة يمكن كان الشوت الثاني مختلف تماما عن الشوت الأول بالنسبة لمنتخب مصري على الرغم من إحنا دخلين لنا الليد ولكن اتأخرنا في يعني أوقات من المباراة باستثناء آخر ست دقائق تحديدة وندللتكلم عليه المدير الفني لمنتخب رومانيا أكتر حاجة ممكن يعني حققها الفريق أو المنتخب علشان السيناريو ده ما يتكررش غدا في المباراة أمام الموجر هو في محل الأداء موجود في المباراة مع المنتخب وأكيد بين الأخطاء أو السلبيات اللي ظهرت للعيب المنتخب في الماتش بتاع رومانيا اللي بالتالي كابتن طاري المحروص ومع كابتن محمد العلفي ومع باية جهاز الفني قالوها للعيبة عشان يتفادوا فيها قلة الأخطاء يعني فيه مقولة بتقول كل ما زادت الأخطاء قلت فرص الماكس وكل ما قلت الأخطاء زادت فرص الماكس فهو كل شغل الجهاز الفني إنه يقلل الأخطاء اللي وقع فيها في المباراة مباراة اللي بالتالي هتديله فرصة أو أدبانس والميزة عنده إنه هو لعب الفرقة دي قبل كده لعب الفرقة دي قبل قبل كده فبالتالي لما يجي لعبها بكرة تاني هيبقى عنده اتنين أدبانس هيتفرج عليها النهاردة ويشوف اللي عملته الفرقة ما عملتهش معاه وبالتالي يقدر يحط الخطة بتاعته ويقدر يجهز لعبته على إزاي يواجهها وإزاي يحقق معاه أحسن نتيجة من اللي حققق قبل كده طيب كابتن مصطفى يمكن النهاردة احنا كابتن طارق قال إنه هو دي هتبقى راحة بالنسباله أو وقت كافي إنه هو يعد لمباراة الغد إن شاء الله أمام منتخب المجر ولكن الحقيقة عايزين بردو نتكلم هل بالمستويات اللي احنا شايفينها قدامنا لمنتخب رومانيا والمجر الحقيقة مستويات بدنيا مرتفعة هل هيأثر عليهم ماتش النهاردة في بالنسبة لي مواجهة مصر بكرة فكرة المباراة النهاردة اللي هتلعب أمام منتخب رومانيا هل ده هيكون لصالحنا غدا إن شاء الله لا يعني احنا احنا نتكلم نقول على اللياقة البدنية والنهار البدنية بتاعتهم لا هم هم اعداد بسم الله واضح إن الاعداد البدنية بتاعهم كاش جدا واضح إن زي ما شوفنا بارح الأجسام بتاعة فريق الروماني قوية جدا مصبوط اللي عايبة تكلموا عن النقطة دي تحديدا طبعا قوية جدا والأداء بتاعهم يعني فيه نوع من التجانس يعني حتى الهجمات اللي هما كانوا بيهجمونا بيها كان بيهجمونا بحجمات يعني نقول إن هي يعني فيها ما فيهاش السرعة بتاعة كرة اليد الموجودة لكن فيها بطء في العجم إن اللعيب كان بيخش يعمل الفنت وينتظر زي قولت برة الانتظار لحد ما يبص يلاقي إن الدفاع كله بصله ويروح جاي اللعيب مختارك ويديله كرة عشان يخش يسجل هذا أو يروح يسقط على الدايل طيب كابتن إبراهيم ما يمكن مبارح إحنا شفنا عناصر مميزة كتير في منتخب منتخبنا الوطني للشباب شفنا ياسين حتى خد أفضل لعب في المباراة لو هنتكلم عن أهم العناصر اللي موجودة عندنا في منتخبنا واللي هيقدروا إنه هما يصنعوا الفارق غدا إن شاء الله أمام منتخب المجر هو إن شاء الله يعني المنتخب ده يكون عناصر منه أو عناصر كتيرة منه هتخدم الفريق الأول فبالتالي بيعد إعداد قوي بالنسبة لحراس المرمى ففي حراس المرمى كويسين جدا وده ظهر جدا خاصة في الست دقائق اللي أحنا بتقول مصبوط في الآخر إن هو الكور اللي شالها فرقت جدا في إن المنتخب يرجع ويحس اللي تكتو من هزيمة لمكسب ونفس الشيء الأخطاء اللي كانوا ويعوا فيها المنتخب في بداية الشوت التاني والليل زادت فرص الأهداف بتاعة الفريق الروماني قلت جدا في نهاية المباراة بذليل إن اللعيبة قدرت إنها تحقق أهداف كتيرة تعود بها فريق الأهداف اللي كان موجود فده طبعا ده مكسب حلو قوي وأكيد ده مش من فراغ لا ده من أعداد لعيبة كويسة جدا ولكن مع الوقت والإحتكاك المستوى بتاعهم هيبقى أفضل وأفضل طيب كابتن مصطفى يمكن كرة اليد بيبقى صعبة فيها التوقعات ولكن لو هنتكلم عن توقعات حضرتك لمباراة اليوم ما بين منتخباي المجر ورومانيا خاصة أنه خلاص يعني يمكن دقيق وليلة جدا وتنطلق هذه المباراة الفرية المجر يعني احنا لعبناها يعني مطش ودي فالمطش ودي طبعا كنا لسه بنكلم مع كابتن بريم مطش ودي ما بيقاش فيه نوع من الحماس أو ازهار مهارات اللعيبة كلها بيبقى إعداد للمباراة تانية اللي هي الأساسية بتاعتهم ما بيبقاش ظاهر يعني اللعيب اللي هو الفايتر بتاعهم أو التحرك بتاعهم بتاع الخطط اللي موجود أو الصناعيات أو السلسيات أو الأجزاء الفنية اللي موجودة ما بيطلعوهاش بيبقى إيه أداء فيه نوع مفهوز من نوع من الحماس الجامد زي المباراة الحماسية اللي احنا نشوفها النهاردة لو احنا هنحل فريق رومانيا رومانيا نحللها اللي احنا شفناها لكن هنحلل فريق المجر بمتهاء لننتظر ونشوف طيب نطير دلوقتي الصالة 2 باستاذ القاهرة وطبعا معلقنا الكبير كابتن إيهاب رجب فإلى هناك ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وانتهاء الشوت الأول ما بين منتخبية رومانيا والمجر بنتيجة 17-15 لصالح رومانيا الحقيقة مطش قوي نقدر نقول عليه ند بند ولكن الحقيقة أنه في النهاية يمكن على الرغم من تعدلهم في معظم الأوقات ولكن الحقيقة رومانيا قدرت أنها تصنع الفرق وتنهي الشوت الأول بنتيجة 17-15 لصالح كابتن مصطفى شوت أول نقدر نقول أنه متقارب على جميع المستويات ما بين المنتخبين ولا شايف أنه بنهاية النتيجة 17-15 لرومانيا نقدر نقول أنهم ممكن وهم داخلين لهم الليد في الشوت الثاني يكملوا على نفس المستوى ويقدرون يحسيموا المباراة لصالحهم يمكن حضرتك حللت حللت الشوت بالكلام اللي حضرتك قلت بالمباراة قوية يعني الشوت قوي إذا كانت ناحية دفاعية أو إذا كانت ناحية هجومية الأخطاء بعد سرعة الأداء في الملعب هي اللي خلت الفرق بين الشوت الأولاني اللي خلت 17-15 لكن لو نحن نقول إن المباراة يبقى دي يطلع تعادل لكن الأخطاء اللي هي برضو في ديئتين الأخر لفريق المجر هي دي اللي خلت الفريق الروماني بيطلع عليهم ويسجل الأداف بعد ما صرع الكرة فعلا بتمرير سليم كويس كابتر إبراهيم حريطة كيمكن كلمت عن فكرة حراس المرمى وأن النتيجة بسبب يعني العنصر الأكبر المتسبب فيها هم حراس المرمى سواء حارس مرمى رومانيا أو حارس مرمى المجر يعني تصرع العيب المجر في إنهاء الكرة بسرعة أدى للتفوق حارس مرمى رومانيا في صد عدد كبير من الكرات التي تعتبر تبقى سهلة ولكن أدى لأنها رومانيا تطلع على المجر رغم أن المجر قدت أداء كويس في بداية الشوت الأول وزي ما قلت الماتش هيطلع قوي بدليل أن أول خمس دقائق النتيجة واحد واحد يعني أول خمس دقائق ما فيش أي حاجة الخمس دقائق اللي بعدها ثلاثة اتنين فأول عشر دقائق في الماتش كان اللعبين مركزين قوي دفاعا وهجوما مع الحرص فكان الأداء قوي ابتدى الماتش يفتح من بعد الديع خمستاشر ابتدت الأهداف تزيد ابتدت الأعمال تزيد فبدأت التركيز أقل مع قدرة اللعبين على إحراز الأهداف أكتر بدأت من خلال يعني ما كانت فيه فاص بريك ابتدى الفاص بريك في العشرة دقائق الأخيرة ضربات الجزاء نادرة هلما ضربتين وضربة جزاء وكانوا موفقين ونجحين ابتدت المجر تلعب ألعب سريعة بس بتفشل لسوء التمرير أو التمريرات الخاطئة نفس الشيء بالنسبة الرومانيا زي ما قال الكابتن مصطفى الاستعجال في أنهم يعني هجمة خلت من الأهداف ما بتبقاش كتيرة بس الخمساشر دي الأخيرة أو العشرة دي الأخيرة زادت الأهداف فيها لأن الاستعجال زادت سرعة المباراة وزادت الأخطاء وفي نفس الوقت تفوق الحارس بتاع الرومانيا على المجر في أن يصد عدد كور كتيرة خلت الرومانيا تطلع على المجر رغم أن المجر هي اللي كانت متقدمة طوله طيب كابتن مصطفى شوت الأول يمكن شايفين تشابه برضو ما بين مباراة اليوم والأمس فكرة أنه شوت أول بيبقى يعني عبارة عن جس النبض في الدقائق الأولى ولكن الحقيقة برضو نفس اللي حصل يمكن فرق هدفين ما بين رومانيا والمجر كان فرق هدف ما بين مصر ورومانيا نقدر نتوقع أن شوت التاني ممكن يحصل فيه نفس الحماس اللي حصل بشكل كبير جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب رومانيا الحقيقة شفنا شوت تاني مختلف تماما عن شوت الأول هل ممكن نفس السيناريو ده يتعاد النهاردة في مباراة المجر ورومانيا لا يعني ده من رأي أن الفريق المجري فنياته أعلى من الفريق الروماني يعني حتى التحركات بالنسبة للخط الخلف اللي هو معتمد عليها يعني تركيزها برضو يعني أكتر من الفرق الروماني الفريق الروماني النهاردة يعني أداؤه أحسن بكتير من 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 مباراة وتركيزه أكتر من مباراة ليه لأن يعني هو ما كانش دارس أو ما كانش يعني ملم بأن قوة الفريق المصري وسرعة الفريق المصري في حماسه وأداءه في الملعب هتفوق التركيز بتاع الفريق الروماني الظاهرة اللي موجودة للوقت في البطولة دي إن حراث المرمى عالية جدا 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 يعني إذا كان الفريق المصري إذا كان الفريق الروماني أو إذا كان الفريق المجر حراث المرمى عالية جدا الظاهرة برضو اللي هي يعني شايفينها كابتن برين برضو لاحز بيها الفص بريك يعني الفريق الماجري بيلعب بتركيز على الفص بريك أكتر من الفريق الروماني الوينجات الفريق الماجري عنده الوينجليفت الشمال قوي جدا لما بدأوا ان هو ما يعتمدوش على الوينجات بدأ الاخطاء بتاعة الخط الخلفي تظهر والتركيز بتاعه بالتالي بقى أقل هو خلي الفريق الروماني يبقى هو مجسحه تذكوره ومركز أكتر من الفريق الماجري طيب كابتن إبراهيم طبعا أنا شايفة ايه ورق مليان إحصائياته ومليان تركيز على العناصر خلينا قبل ما نروح للشوت التاني نتكلم عن أهم العناصر الموجودة في الصفوف المنتخب الماجري لأنه هو الأهم بالنسبة لنا خاصة أن احنا مواجهتنا مع منتخبنا الوطني طبعا منتخب مصر هتكون غدا أهم العناصر الموجودة في صفوف منتخب الماجري الخط الخالفي بتاعه اللي هو رقم 90 البلايميكر بتاعه والباك رايت والباك ليفت في لعب كتير مع لعب الدائرة وهم دول بيلعبوا بيجمعوا الفرق بتاعت الرومانيا في خطهم في النص بحيث يفضل وينج وكرة توصل من الباك للوينج مباشرة فان الوينج بيخدها سهلة ويخدش حطها هدافة فهنا اللعيب بالتليميكر بتاعهم ده هو تقريبا العقل المدبر بتاع الفرق دي وبيلعب الباك رايت والباك ليفت اللي بيعتمدوا على قواتهم البدنية في الاختراقات بالمراوح أو بالمروح بالفينتات أو بالتصويب الخارجي وتوصيل الكرة للوينجات بدأ إدى فرصة للمجر إنها تلعب في البداية الأول ولكن الرومانيا حرس مرمى رومانيا قفل على بتوع المجر على المجر على لعب المجر فقللت الأهداف بتاعت المجر يعني تسرع المجر في إنه يخلص الهجمة خليته يقل رغم إنه هو أكثر فرقة عملت هجوم خاطف أكثر فرقة قدت أداء كويس الرومانيا معلبيتش يقولها هجوم خاطف كل من ألعب لعب ملعب ما فيش ألعب عادية يعني ما فيش فيها هجمات منظمة ودخول الوينجات وزي ما قال الكابتن مصطفى استغلال الأجنحة سواء الرايت أو الليفت فإنهم يزودوا أهداف رومانيا طيب كابتن مصطفى يمكن كلام حضرتك وكلام كابتن إبراهيم بيقول إن كمستوى فني وكلعب ومنظم الحقيقة إن يمكن الكفة رايحة لمنتخب المجر على الرغم من هم يعني خسرين الشوت الأول لو كلمنا عن أهم العيوب أو أهم الأخطاء الموجودة عند منتخب المجر واللي ممكن بكرة إن شاء الله الجهاز الفني المنتخب مصر بمشاهدته النهاردة للمباراة يستغلها في مباراة الغد علشان يقدر إنه هو يحسن بيها هذه المباراة لو كلمنا من ناحية هجوء الدفاع بتاع الفريق المجري الفريق المجري بيدافع 3-2-1 ولما باتجاه الكورة إذا كانت ناحية المين أو الشمال بيعتبر الدفاع بيروح مقلوب على 4-2 إذا كان اللاعب الهجوم بتاع الفرقة المضادة بيخش جوه التسعة متر بيتقلب لستة سفر فيبقى هنا المفروض الهجوم بتاعنا إحنا بقى لما مع المسافات اللي موجودة في 3-2-1 أو اتجاه الكورة عشان 4-2 يبقى أنا كمهاجم إن أنا مقربش وأدخل نفسي جوه المدافع يعني يبقى فيه مسافة إن أنا حافظ المسافة ودارس الدفاع بتاعي بيطلع إزاي؟ ما أنا لازم أختبر الدفاع بتاعي؟ يعني إذا كنت لعيب قدامي مثلا الدفاع بتاعي الكابتن إبراهيم أنا بيختبره الأول بخش بضغط عليه هل بيطلع برجله الشمال أو بيطلع برجله اليمين؟ بضغط عليه أكتر أخد اليمين هل بييجي معايا ولا ما بيجيش؟ بالتالي إن أنا أقدر إن أنا أتحرك معاه مع سرعة الكورة يعني باخده الكورة بروح لأن أنا اختبرته لقيته بيروح يبقى أنا سرعة رد الفيلي بتاعتي إن أنا بيعديه يا إما اختركت ودخلت يا إما مرلت لزميلي علشان خط لي يسرع كورة أو هو يخش التصويب التصويب بتاعنا لابد إن خط الخلفي بيبقى التصويب بتاعه سريع يعني الخط الخلفي كورة بتجيلي بروح مصاوب على طول قبل ما اللاعب المدافع يبدأ إن هو ياخد الوضع الصحيح للدفاع بتاعه الوينج مش محتاج التصويب السريع الوينج أنا داخل منفرد يبقى بنتظر عشان أقدر إن أنا أحط كورة في الزاوية الفضل إذا كنت ههوش أو هرك لتحت يبقى هطلع بإداء بدرع الفوق إذا كنت هطلع لفوق ويبقى هو طالع هيقف على مصر رجليه يبقى أنا اديهاله في الزاوية اللي تحت فسرعة التركيز يعني يمكن اللي أنا قلته يعني حتة فنية أكتر منها يبقى المفروض أن اللاعب قبل أي يعني أي إن كان من اللاعب والمدرد يحافظ اللاعب إن إزاي أن أنت تلعب على اللاعب اللي قدامك إذا كان من تمان أو إذا كان اختبار إزاي في الدفاع أو في الهجوم بتاعه تمام إن شاء الله نشوف شوت تاني قوي جدا ما بين منتخباي المجر ورومانيا يعني زي ما احنا شوفنا وتابعنا مع حضراتكم انتهى الشوت الأول بنتيجة 17-15 دلوقت ينتير مرة أخرى لكابتننا الكبير كابتن إيهاب رجب للتعليق على الشوت التاني من هذه المباراة شكرا جزيلا معلقنا لكابتن كبير كابتن إيهاب رجب وانتهاء مباراة رومانيا والمجر بنتيجة 33-31 لصالح رومانيا تاني مباراة بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد مباراة الحقيقة قوية جدا يمكن ما بين الشوتين احنا اتكلمنا طبعا اتكلمت مع كابتن مصطفى وكابتن إبراهيم عن فكرة تكرار سيناريو مباراة الأمس ما بين منتخب مصر ورومانيا وهي فكرة الحماس في الشوت التاني وتحديدا النتيجة في آخر 6 دقائق أو 5 دقائق وده اللي حصل فعلا يا كابتن مصطفى يمكن توقعنا وفعلا توقعنا حصل في آخر 5 دقائق في هذه المباراة ما بين رومانيا والمجر حقيقة نشوفنا أداء مختلف تماما شوفنا كمان رومانيا عملت الحقيقة فارق بحوالي أربع أهداف كانت ماشية مثلا 31-28 ما كانش قادر منتخب الموجر ان هو يتقدم عليها ولكن حاول ان هو يعمل وفشل في السيناريو اللي حصل ان برح ما قدرش ان هو يعمل على منتخب رومانيا يعني زي ما حضرت قلت احنا بنتطرج على السيناريو المبرانة بتاعتن با حتى نفس نتيجة فرق 2 فرق 2 الست دقائق الأخيرة هي الفرقة ما بين الفرقتين مضبوط وهنكلم يعني الكلام هنكلم كتير قوي 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 على الفرقتين يعني لأن الفرقتين الفرقتين فيهم أخطاء كتير في الشرط التاني اعتمدوا على قوة التصويب اعتمدوا على الخط الخلفي في التحركات بتاعتهم ما اعتمدوش على الوينجات خالش ان كنا فريق المجر كرة واحدة راحت للوينج اليمين اللي الساج منها هدف لكن طول الشرط ما فيش ولا كرة راحت لحد الوينج واعتمدوا على الخط الخلفي الياقة البدنية بتاعت فرقة بتاعت المجر قلت في الشرط التاني فدي خلت ان تركيز فرقة رومانيا وخلت ان هما تبقى الشرط التاني كله عالي على فرقة المجر والتحرك نفسه في فريق المجر في الناحية الهجومية الاربع اعتمد تحرك الخط الخلفي على اسس التصويب التسقيط على نص السنتر فيرو لو قلنا الدفاع بتاع المجر الدفاع كان شبه ستة ما بين ستة سفر وخمسة واحد بس الدفاع كان مفتوح فسهل انه هو اعتمدوا على الرومانيا اعتمدت على التصويب القوي من الخط الخلفي والتسقيط على برضو على الدائرة طيب كابتن ابراهيم خليني اجي لحضرتك يمكن السيناريو ده يعني انا مش عارفة ده سبب ايه هل فكرة ان هي ماتش ودي فبيبقوا شايفين انه في الشوت الاول مش بيدوا بنفس اداء الشوت التاني ايه السبب اللي بيحصل خلى نفس السيناريو يتكرر فيه المباراة الاولى ما بين مصر ورومانيا وفي المباراة التانية ما بين المجر ورومانيا شوفنا الحماس بيزيد جدا في الشوت التاني وتحديدا في اخر دقائق للمباراة زي ما انا قلت في الاول ان كل فرقة بتسعى لانها تكسب لانها عايزة تحصل على البطولة او على الاقل مركز متقدم ففي بداية الشوت التاني كان فيه حماس جامد من الفرقتين يعني كانت كل فرقة سواء رومانيا او المجر الرومانيا جايبة ثلاث جوان والمجر جايبة جنين والشوت التاقي وبعد كده ابتدت الاهداف تزيد وبعدين هبط الاداء في النص التاني في بداية النص التاني وبعدين رجعوا تاني ابتدوا الحماس من الفريتين الرومانيا والمجر وتوفيق حارس مارمى رومانيا ادى للاحداث الفارق لرومانيا لصالح رومانيا ضد المجر مع استعجال المجر في انها تخلص كوريتها بسرعة فده ادى فرصة للعب الرومانيا انهم اتحقى نتيجة افضل واختيار حارس رومانيا كافضل لاعب ده اختيار سليم 100% انه فعلا كان هو سبب من اسباب تفوق رومانيا على المجر والاداء الخططي اللي لعبته رومانيا عشان تخلق صغرات في الفريق المجري برضو ساهم في انها تقدر تحرز اهداف كبيرة تمام يا كابتن قبل منستكمل كلامنا عن كل ما يخص مباراة اليوم نروح دلوقتي لصالة 2 باستاذ القاهرة وبتنضملنا زملتنا العزيزة هانا أبو القاسم ومعاها طبعا لقاء هام مع الاستاذ هشام الفئي مدير التسويق بشركة تستادات للاستثمار الرياضي تفضلي هانا سامعينك من جديد برحب بيك يا ماريا وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وزي ما قلتي معي في هذه اللحظات أستاذ هشام الفئي طبعا مدير التسويق بشركة تستادات للاستثمار الرياضي وذي طبعا برحب بحضرتك عشر شكوات نادي الأهلي والنحية غاليني بارك لحضرتك على نجاح البطولة مجهود كبير جدا مفذول وحابين في كل التفاصيل الحمد لله يعني هي بطولة فريدة من نوحها استحدثناها في شركة تستادات السنة دي نحن يمكن بدأنا بألفين واربعة تحت عشرين سنة معانا رومانيا والمصر والماجر بداية جديدة البطولات جديدة شركة تستادات بستحداثها في مجال الرياضة عموما بدأنا بالهندبول وإن شاء الله هايبقى فيه رياضات تانية كتيرة والحمد لله زي ما انتي قلت يمكن الفرق مشاركة سواء الماجر أو رومانيا كانوا مخصوصين جدا كان فيه جزء كمان منه سياحي إن احنا كمان الفرق دي بتطلع شوف الأهرامات شوف المتحة في مصر الجديد وده جزء برضو مهم جدا لسياحة في مصر مع الرياضة كمان في مصر أكيد البطولة احتاجت منكو تنظيم لوقت كبير عشان تطلع بالمنظر ده الحياة بيليء باسم الرياضة المصرية فعايز نحن تكلمنا أكتر على استعداداتكم البطولة دي حقيقة يمكن لما كان جاي طلب من اتحاد الهندبول باشواند السيف الوزيري دانا تعليمات منه نحن نشتغل بسرعة جدا يمكن الدنيا شوية كانت مضغوطة بسبب كاس أمم أفريقية نتمنى من خلال قناتنا للأهلي أن يتبقى طبعا كاس البطولة يبقى من نصيب مصر إن شاء الله ويمكن دي برضو جزء من البطولة دي نحن نحاول نفهم الناس إنه بفيه كاس أمم أفريقية للهندبول زي ما موجودة للكرة القدم برضو والناس تبدأ تيجي من يوم 17 يناير المفروض في السادة القاهرة صلى 1 و صلى 2 فالبشواند السيفت دي أنا تعليمات نحن نبدأ نشتغل على البطولة والحمد لله يعني في وقت قصير قدرنا نحن نجهز الصالة زي ما نتشايفين كده سواء كان براندينج سواء كان استعدادات سواء كان استقبال الفرع في المطار أو في الفندق فالحمد لله قدرنا بالتيم التجاري كله إن نحن نقدر ننفذ ذا فقط قليل والحمد لله طلعب بالصورة زي ما قلت زاروا عدد من الأماكن الصحية في مصر وكمان البطولة حيطلعها بمنظر مشرف والله يمكن كنت لسه بتكلم مع الكابتن طارق محروس مدير الفاني منتخب مصر وهو بيقول قدقين الناس مبسوطة جدا لدرجة إنهم من كتر ما هم مبهرين بالبطولة جالهم دعوات إنهم يردوا الزيارة في المجر ورومانيا ودي حاجة تشرفنا إن احنا كمنتج مصري بنقدر نقدمهم شكل معين على هزا الأساس بنبدأ نبان إن احنا كتسويق رياضي وكإدار رياضية وكتنفيذ بطولات رياضية لنقدر ننفس حاجة زي كده والحمد لله فعلا زي ما قلت لك جزء منه سياحة وجزء منه رياضة وفي نفس الوقت كمان استعداد كويس جدا للمنتخب ده إنه المنتخب ده شارك في ألعاب الأفريقية باسم مصر وحيشارك في كاس عالم 2025 فدي استعدادات كويسة لهم وإن شاء الله ربنا يوفقهم وهم جيل مميز جدا وإن شاء الله أنا متوقع لهم إنهم يبقوا جيل محترم جدا في مستقبل الكرة المصرية يعني بشكر حالوتك جدا وبارك حالوتك مرة تانية حياة النجاح البطول وإحنا مبسوطين القناة الأهلي موجودة معنا النهاردة وبتزيع البطولة حصرية فبنشكركم جدا جدا وإن شاء الله تبقوا معنا في بكرة في الفاينال ويبقى يوم لطيف إن شاء الله شكرا جدا لك يعني طبعا ده كان لقائي مع أستاذ هشام الفئي مدير التسويق بشركة استدادات أكيد لسه مستمري معاكم مع لقائتنا والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو شكرا لك جدا زملتنا العزيزة أنا أبو القاسم ولقاء هام الحياة مع أستاذ هشام الفئي مدير التسويق بشركة استدادات للاستثمار الرياضي والحقيقة قال كلام مهم جدا اتنين من كبار طبعا المنتخبات منتخبات الشباب في أوروبا سواء المجر أو رومانيا ده مش بس كان رياضة ولكن أيضا سياحة لأهمية أو فكرة استضافة مصر لمثل هذه البطولات وكمان الفيدباك أو الانعكاس اللي بيروح لهذه الدول خاصة من جودة التنظيم وجودة كمان كل ما يخص هذه البطولة شايفين حقيقة مبارح يمكن سمعنا أو شفنا كل المشاركين في هذه البطولة بيتكلموا عن جودة هذه الاستضافة وجودة أيضا التنظيم وده شيء مهم جدا جدا بيعكس صورة مصر وبيعكس صورة كمان الشركات الاستثمارية اللي بتدعم الرياضة المصرية في شتى المجالات الحية طبعا كلام مهم جدا يا كابتن مصطفى ولكن خلينا نروح مرة تانية للمباراة النهاردة فكرة خسارة منتخب المجر أكيد هيدلنا أريحية شوية في مباراة الغد عرفنا أهم الأخطاء اللي هنشتغل عليها أكيد كابتن طارق محروس والجهاز الفني شاف الثغرات اللي ممكن يشتغل عليها بكرة علشان يحسم المباراة لصالحه إن شاء الله بكرة يعني احنا يعني كلمنا على أساس لو كلمنا من ناحية الدفاع زي ما قلنا هم بلعبوا ستة سفر مفتوح يا خمسة واحد يبقى المفروض من أننا هنعمل إيه يبقى الحركة بتاعتنا بتاعة الملعب خاصة في الشرط الأول عدم تصرع على أساس إننا ببدأ إننا هشوف برضو التحرب بتاعهم وأنهي الصغارات اللي موجودة وببدأ إننا أخطر أو إننا أعمل شوية كرسات مع لائبة في الخط الخلفي وحاول أدخل الونجات ده بالنسبة للهجوم بتاعنا بالنسبة للدفاع إننا إننا الدفاع بتاعنا لو دفعنا إحنا ستة سفر بكرة يبقى فعلا الفرقة بتاعة الرومانيا هتوقف المجر الفرقة بتاعة المجر هتوقف مش هيقدروا إنهم التحرك بتاعهم واقف لأن ما عندهمش الخط الخلف يمكن التصويب بالارتخاء قليل لكن هو بيعتمد كله على التغيير من المراكز والاختراق أو التصويب من مساحة منتصف الارتخاء نفسه بتاعة العيب نعتمد على إن الشوط التاني بالنسبة للناحية البدنية لفرقة المجر أقل يبقى إحنا ناخد الشوط الأولاني على يعني زي ما بيقوله أريحية بالتحرك بطيء نسرع بالنسبة للشوط التاني بلأن هم هيحاولوا بقدر المستطاع إن هم يعوضوا الخسارة بتاعتهم دي في المكسب لأن لو حسبنا البطولة هل دلوقتي لو لا قدر الله وده ده إحنا ما نتمنهاش طبع إن المجر كذبت هنخش فيه حزبية فرق الأهداف فرق الأهداف كلهم الكل زي بعض فرق جنين وفرق جنين طب مين هيكسب اللي هيكسب هيخد اللي هيكسب هيبقى فرق الأهداف بتاعته أكتر من اتنين يبقى هي دي اللي هيبقى المكسب بتاعها طيب هنروح دلوقتي لهانا أبو القاسم مرة أخرى وصلت نيم بستاد القاهرة ومعها أكيد لقاء هم جدا مع اللاعب لوك تفضليها من جديد برحب بيك يا ماريام وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي وكانت الأهلي في كل مكان ولسا مستمرين معاك وطبعا مع لقاءتنا ومعي بقى في هذه اللحظات رجل مبارات النهارده طبعا حارس مارما منتخب رومانيا بودوفي دراجوش أولا شكرا لك 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 وك لك 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 شكرا شكرا أنا جمعا بأن نحن هذا ماريام كانت ماريام مع مجموعة حتى الثاني ومعي بأن نحن كم مبارات ماريام أنا كنت ببرك لك مبارات النهارده الحقيق أنه قال لي أنه كان مجموعة الحقيقة أنه كان الفوز تحقق في الدقاء الأخيرة من المبارات وأنه كان مجموعة جيدا وأكيد هو سعيد أيضا بحصول على الجائزة أريد أن تتحدث عن المنزل كما تقول أنه كان مجموعة ومجموعة لكن أنت حصلت لك لنهارده نعم كان مجموعة مع مجموعة على المنزل علي أن أن تحقق في كل وقت أحاول 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 و أحاول أن نحن كما تحسيم المباراة لصالحه لأنه بالفعل المباراة كانت صعبة جداً لكن بالتركيز وأنه قدر يحمي المرمى لآخر ثانية بجانب كل زملائه وقدر يقول أن الفوز بسبب طبعاً الجميع لعبي الفريق أعلم أن هذا هو الثاني لك أن تذهب إلى إيجابة لذلك أريد أن تذهب إلى إيجابة إذا كنت تذهب إلى أي أخرى في إيجابة؟ نعم، أذهب إلى المباراة لجيزة، كانت مرحباً، أحب أن تذهب إلى كيف تجربة المباراة لجيزة، إنها مرحباً هل تحاول أي شكل مباراة؟ نعم، ولكن لا أعلم كيف تذهب إلى مرحباً، ولكن أحب أن أحب أن أحب المباراة الإيجابة، إنها مرحباً يعني أنا كنت أقوله أنه هو الثاني مرة متواجد في مصر، سألته لو كان زار أي مناطق سيحية داخل مصر، حين هو قال لي أنه زار الأهرامات، وقال لي كمان أن هي كانت رائعة، والحين هو مبهر، زي ما قال بي، زي كانت مبنية، وكمان سألته على لو كان جرب أي من طعام المصري، قال لي أنه جرب، بس طبعاً مش فاكر اسم الأكلات، لكن عجبه جداً الأكل المصري في الأخير، أريد أن شكراً لك، وأريد أن شكراً لك مرة أخرى لك أن تكون المباراة الإيجابة شكراً، شكراً لك، شكراً لك، شكراً لك يعني طبعاً ده كان لقائي مع حارس مرمى منتخب رومانيا، طبعاً اللاعب هو دافي دراجش، أكيد هستم مستمرين معاكم مع لقائتنا، والآن لعودة لكم مرة أخرى في الستوديو شكراً لك جداً زمالك العزيزة، أنا أبو القاسم، ولقاء الحقيقة أهم مع باس بلاير أوف دا ماتش، وهو حارس مرمى منتخب رومانيا طبعاً لوكا بيرجوفير الحقيقة كلام هام، ويمكن برضو بيعيد نفس الكلام نحن نتكلمه على فكرة السياحة، يمكن أنا سألته عن أنه زار أي معالم مصرية وتكلم أنه هو زار الأهرامات، ودي حاجة الحقيقة زي ما قال برضو أستاذ هشام الفئن، هي ترويج مش بس للرياضة ولكن أيضاً للسياحة، وده هام بشكل كبير جداً كابتن مصطفى خليني أجيلك تاني، يمكن برضو زي ما احنا هيكون فيه أريحية عندنا، ولكن عند منتخب المجر هيكونوا دخلين يعني معنوياتهم أكيد مش أحسن حاجة، كمان فكرة أن احنا استريحنا يوم ولكن هم النهاردة المطش بتاعهم وبعد كده بكرة على طول مطش الفاينل معنا، فبرضو يمكن لنا الأفضلية في الجزئية دي، فكرة النفسية وفكرة كمان المجهود البدني احنا عندنا الأفضلية بالنسبة للملعب، بالنسبة للجمهور، بالنسبة للعيبة في تركيزهم في الأداء المهاري وأداء الخططي جوه الملعب المباراة بتاعت بكرة في الملعب، يعني مش هنقول إن احنا يعني أكيد المكسب بتاعنا لكن المباراة في الملعب، مع كابتن طرق محروص، النهاردة شافوا الجهاز الفني كله شافوا التحرك بتاع كل لاعب لفريق المجر، وكل تحركاتهم، وكل تصوباتهم، وكل لعيب بيصوب فين لازم يكون عامل السكاوتنج بتاعه، عامل بيصوب فين، التحرك بتاعه فين، الفوتورك بتاعه هيعمل ايه؟ الفريق، أنا فيه نقطة، يعتبر نقطة خوف، بالنسبة لفريق المجر، هيعتمد بكرة على فص بريق، على هجوم الخاطر، وهو يمكن بنفسه كويس، مع حارس المرم، مع اللعيبة بتاعته، فدي، فدي النقطة اللي أنا يعني خايف منها، اللعيبة نفسهم، أنا لما قلت إن إحنا بنبطأ، لكن مش التبطيء باللي هو يعني يخلي الحركة بتاعتنا بطيئة في الملعب، لا، اللي هو أنا بصرع الكرة بالحركة بتاعتي مع التركيز، مش مع سرعة بعدم التركيز، يبقى أنا عارف إن أنا بتحرك إزاي؟ بركز التصويب بتاعي فين؟ بمرر الكرة لزميلي فين؟ بنتظر في التصويب بتاعي على أساس حعرف إذا كان داخل منفرد أو إذا كان داخل من الوينجات، وإحنا اتكلمنا، إذا كان داخل من الخط الخلفي، يبقى تصويب مباشر، سريع، إذا كنت داخل من الوينجات، يبقى أنا بخش بتركيز بعدم سرعة في التصويب، فده اللي إحنا، اللي إنا يعني، يعني مش أقوله الآن، لكن إحنا بنتمنى إن شاء الله بمشيط رحمن، يعني المكسب يكون حالف، إن شاء الله يا كابتن مصطفى، كابتن إبراهيم اتكلمنا عن برضو يمكن نقاط قوة بالنسبة لمنتخب المجر، وتحديدا بعض اللاعبين يمكن حالتك برضو ركزت على ليفانتي توث وهو رقم تسعين، ممكن إزاي إن هم يستغلوا نقاط القوة اللي عندهم بكرة والعناصر القوية من اللاعبين في منتخب المجر، لفكرة إن هم يعني يسدوا أمام منتخب مصر بكرة في مباراة الغد؟ هو منتخب المجر ما عندوش فرصة تاني غير إنه يحاول إنه يكسد، عشان يلاقي نفسه مكان في البطولة، فهيعمل أقصى ما عنده عشان يحقق نتيجة، خاصة إنه لعب مع المنتخب المصر قبل كده، مباراة ودية، بس يعني كان ندي فيها والنتيجة تلعت فرق اتنين للمنتخب المصري كده، فالميزة اللي جات للمنتخب المصري إنه هو النهاردة مريح، اتفرج على المنتخب المجري، وشاف نقطة القوة ونقطة الضعف من خلال تحليل المباراة بتاعتهم، فبالتالي هيتحط لهم الخطط إزاي نوقف الناس الأقوية زي اللعيب رقم تسعين، زي نوقفه لأنه هو عماد اللعب كله بتاع الفرقة بتاعت المجر، لأنه هو اللي بيحرك الخط الخلفي، بيحرك الخط الأمامي، بيحمل الاختراقات، بيجري للفاص بريك، يعني الراجل هو ده محور لعب المنتخب المجري، اللي أكيد هيتلعب عليه بشكل يوقف حركاته، ويوقف تصرفاته مع اللعيبة التانية، مع باقي لعيبته في الملع، اللي ده بالتالي يقلل فرص إحراز أهداف فينا، ويزود فرص إحراز لنا أهداف لنا، لما نوقف الفرقة التانية، يبقى احنا نقدر ما نهاجم نقدر نحقق لنا الأهداف، كل ما منعت أهداف، كل ما كان فرصة لنا أن أحرز أهداف تزيد من مكسبي وتعزز من موقفية، طيب، كابتن إبراهيم، لو هنتكلم عن منتخب مصري، يمكن هو شاف النهاردة خسارة المجر، وشايف الفرق ما بينها وبين منتخب رومانيا، إيه اللي ممكن كابتن طارق يوجهه للعيبة، يخليهم برضو ما يحصلش عندهم تخازل أو كسل، فكرة أنه ما بقاش عندهم دافع زي مثلا لو رومانيا قدامهم لعبوها هم في المطش الأولاني، ولكن المجر خسرت، وفكرة كمان أنه هم ممكن يعتمدوا على المجهود البدني اللي عندهم، ليه ممكن أو ممكن إزاي الجهاز الفني يتجنب فكرة التكاسل أو التخازل من منتخبنا؟ يا الحتة دي المفروض أنها تكون انتهت خلاص عندنا عن المنتخبات المصرية بصفحة عامة، أن أنا بنزل المباراة من بدايتها لنهايتها بنفس الأداء بنفس القوة، خاصة أننا عندي من البدائل أن لو حسيت أي لعيب مستوى قل، ببتدي غير أو بدي له الراحة الكافية بحيث أن ينزل مرة تانية ليؤدي عمل، فحتة أن التخازل دي ما أعتقدش أنها ممكن تحصل، لأن الفرقة كلها عندها روح وعندها حماس جديد، أولاً عشان بتمثل بلدها، ثانياً تحقق نتيجة إيجابية بالنسبة لها، تتحسب لها، وبالتالي تعلي من قيمة المنتخب ومن قيمة البلد نفسها، وتدي برضو رسالة للمنتخبات الثانية في أي حتة أن فيه منتخب قادم وعد، منتخب مصر، إن شاء الله في البطولات اللي جاءة، أفريقية، شهر 4 أو كمان في طلط العام 2025، إن شاء الله، بشكرة جداً طبعاً كابتن إبراهيم السيد نجم نجوم، منتخب مصر والنادي الأهل السابق لكرة اليد، نورتنا وشرفتنا طبعاً في استوديو الأبطال النهاردة، سعدت بحضرتك جداً، كابتن مصطفى فاضل نجم نجوم، منتخب مصر والنادي الأهل السابق لكرة اليد، برضو نورتنا وشرفتنا، وسعيدنا طبعاً بتحليلك الرائع النهاردة، وبكده نكون وصلنا لنهاية استوديو التحليل الخاص النهاردة، بتاني مباريات طبعاً بطولة كأس استداد الدولية لكرة اليد، ما بين منتخباي المجر ورومانيا واللي انتهى طبعا لصالح منتخب رومانيا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا بكرا إن شاء الله ويكون ختمها مسك برفع كأس يعني البطولة في نسختها الأولى أكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بشكركم جدا إن شاء الله نلتقي بكم غدا على خير السيديو التحليلي هينطلق فيه تمام الساعة الخمسة مساء والمباراة موعدها فيه تمام الساعة السادسة مساء شكرا لكم